عشان مدونة دكتور دايماند بتهتم منها دايما تفتكم في المقال ده هتعرفوا ما هي فوائد شراب سبيك سموث في علاج تأخر نطق عند الأطفال وأهم أسباب مرض التوحد للوقاية منه تأخر الكلام عند الأطفال والتوحد تطور النطق واكتساب الكلام يختلف من طفل لآخر حيث أن الطفل يبدأ في النطق بناء على حاسة السمع يستمع إلى ما يحيد به ويحاول تقليده كرد فعل طبيعي منه ويبدأ نطق الطفل من نهاية عامه الأول ويبدأ في التحسن مع عامه الثاني ويستطيع إخصائي النطق تحديد هل الطفل يسير على الطريق الصحيح أنه يحتاج إلى تدخل طبي لعلاج تأخر النطق حيث لا يستطيع الطفل المصاب بصعوبة النطق أن يتقن كل أصوات الكلام ويصعب فهمه لمعرفة ما يحتاج إليها أسباب تأخر الكلام عند الأطفال تأخر نطق الأطفال يختلف عن التلعثم أو إعاقة عدم النطق ويرجع تأخر الكلام عند الأطفال لعدة عوامل وهذا الأمر لا يدعو إلى القلق إلا إذا زادت المدة مع عدم قدرة الطفل على الكلام والتعبير ولا تتطور اللغة لديها ومن أسباب تأخر النطق عند الأطفال عدم تحدث الوالدين مع الطفل يتأثر نطق الطفل بالمحيط حوله حيث إذا كانت الأجواء من حوله صامتة ولا أحد يتحدث معه كثيرا فمن الطبيعي أن يتأخر سن نطق الطفل أسباب تأخر النطق عند الأطفال لوجود مشكلة في السماع يبدأ الطفل بالنطق بناء على حاسة السماع وتعتبر حاسة السماع هي المحرك الأساسي لحاسة النطق في بعض الأحيان يشير تأخر النطق لفترة كبيرة إلى وجود مشكلة في السماع مثل التهاب الأذن الوسطى وجود مشكلة في نمو العقل الطفل قد يتعلق تأخر التطور العقلي لدى الطفل بسبب وجود مشكلة في النمو الطبيعي لعقل الطفل وفي بعض الأحيان يتعلق الأمر بالعامل الوراثي اللسان المربوط من أسباب تأخر الكلام عند الأطفال هناك بعض الأطفال يولدون وهم مصابون بمرض ربط اللسان حيث يكون اللسان مربوط لأسفل من الأمام بواسطة حزام نسيجي وحل هذه المشكلة عملية بسيطة تجعل اللسان يتحرك بشكل طبيعي بعض الأمراض العضوية والنفسية تؤثر بعض الأمراض العضوية والنفسية على مراحل نمو وتطور الطفل مثل التهاب السحاية وضمور العضلات وأيضا مرض التوحد ما هو مرض التوحد؟ تم تعريف مرض التوحد على أنه للطرابات التابعة لمجموعة الطرابات التطور والتي يطلق عليها بلغة الطب الطرابات في الطيف الذاتوي وهي في الأغلب تظهر في سن الرضاعة قبل سن الثلاث سنوات وجد تفاوت واختلاف في أعراض وخطورة مرض التوحد ويختلف من حالة إلى أخرى لكن هذه الاضطرابات الذاتوية تؤثر على مقدرة الأطفال في التواصل مع المحيطين وتطوير العلاقات المتبادلة معهم أثبتت التقديرات أن ستة أطفال من بين ألف طفل يعانون من التوحد في الولايات المتحدة على الرغم أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف علاج لمرض التوحد ولكن الاكتشاف المبكر والعلاج المكثف والمبكر بقدر المستطاع يساعد الأطفال المصابين بهذه الاضطرابات في إحداث تغيير ملحوظ وجدي في حياتهم لم يثبت بعد أن هناك عامل واحد معروف يمكن اعتباره السبب الرئيسي والمؤكد بشكل قاطع على مرض التوحد أيضا بسبب تعقيد مرض التوحد ومدى الاضطرابات الذاتوية وانعدام التطابق بين حالتين من المصابين بمرض التوحد لذلك تم وضع عدة عوامل يمكن أن تكون إحداها المسببة للمرض مثل عوامل وراثية حيث تم اكتشاف وجود عدة جينات من المفترض أنها تلعب دورا في التسبب الذاتوية حيث بعضها يجعل الطفل معرض بشكل أكبر للإصابة بالاضطرابات بينما يؤثر البعض الآخر منها على نمو الدماغ وطريقة اتصال خلايا المخ مع بعضها وقد تكون العوامل الوراثية موروثة وقد تظهر بشكل طلقائي العوامل البيئية عندما تجتمع مع العوامل الوراثية تسبب مشاكل صحية كثيرة مثل مرض التوحد وقد يكون هذا صحيحا في مرض الذاتوية ويقوم الباحثون الآن بدراسة ما إذا كان سبب التوحد فيروس أو تلوث الهواء أو احتمال أن يكون عاملا محفزا لظهور مرض التوحد تأثير جنس الطفل على مرض التوحد هناك عوامل أيضا تزيد من احتمال إصابة الطفل بمرض التوحد أو الذاتوية مثل جنس الطفل حيث أظهرت بعض الأبحاث أن احتمال إصابة الذكور من الأطفال أكبر بثلاثة أو أربعة أضعاف من احتمال إصابة الأطفال الإناث التاريخ العائلي لمصاب التوحد العائلة التي أصيب فيها طفل بمرض التوحد لديها احتمال كبير بولادة طفل آخر مصاب بالتوحد وقد أثبتت الدراسات المعروفة أن الوالدين الذين لديهم طفل مصاب بمرض التوحد هم أنفسهم يعانون من اضطرابات معينة في المهارات النمائية أو حتى سلوكيات ذاتوية معينة سن الوالد من أسباب مرض التوحد يعتقد الباحثون أن الأبوة في سن متأخر تزيد من احتمال الإصابة بالأولاد تزيد من احتمال إصابة أولادهم بالتوحد حيث أظهر بحث شامل أن الأطفال المولودين لآباء فوق سن الأربعين عامة هم أكثر عرضة للإصابة بالتوحد بستة أضعاف من الأطفال المولودين لآباء أصغر عامة من أسباب مرض التوحد اضطرابات وعوامل أخرى الأطفال الذين يعانون من مشاكل طبية معينة مثل الكورموسوم X الهش وهي متلازمة موروثة تؤدي إلى خلل ذهني والتصلب الحدبي الذي يسبب تكون أورام في الدماغ وأيضا للطراب العصبي المتعارف عليه باسم متلازمة توريت وكذلك الصراع أيضا هناك عوامل أخرى قيد البحث وتشمل مشاكل أثناء الولادة أو أثناء مخاض الولادة دور جهاز المناعة في أي شيء يختص بمرض التوحد أو الذاتوية علاقة مرض التوحد باللقاحات المعطال الأطفال حيث يعتقد الباحثون أن هناك التوحد وبعض اللقاحات المعطال الأطفال مثل التطعيم المستخدم ضد الخصبة والحميرة الخصبة الألمانية وبعض اللقاحات الأخرى التي تحتوي على الثيم رسال وهو مادة حافظة تحتوي على نسبة قليلة من الزئبق على الرغم من أن ابتداء من عام 2001 ستكون معظم اللقاحات الخاصة بالأطفال خالية من الثيم رسال ولكن ما زال الجدل قائما وأيضا أجريت بعض الدراسات أنه لا يوجد علاقة بين مرض التوحد واللقاحات ولكن ما زالت الدراسات مستمرة علاج تأخر النطق عند الأطفال يعتمد علاج تأخر النطق عند الأطفال حسب السبب لحدوث تأخر النطق عند الأطفال ومن إحدى هذه العلاجات التحدث مع الطفل بشكل مستمر لتعزيز حاسة النطق والسمع بشكل أفضل العلاج باللعب مع الطفل عن طريق اللعب بواسطة ألعاب تحتاج ردود أفعال بالتصرفات والكلام إبداء السعادة عندما يتحدث الطفل إذا كانت تأخر نتيجة العوامل الخارجية يكون العلاج من خلال استخدام أساليب التخاطب المختلفة إذا كانت تأخر نتيجة الأمراض العصبية والنفسية مثل التوحد يحتاج الطفل إلى تأهيل النفسية وعلاجات خاصة يعد من إحدى طرق علاج تأخر النطق عند الأطفال أدوية تساعد الأطفال على الكلام مثل علاج سبيك سموث هو شراب للتوحد وإحدى طرق علاج تأخر النطق عند الأطفال حيث أنه طبقا لتركيبته الفائقة يعد أدوية تساعد الأطفال على الكلام حيث يحتوي دواء سبيك سموث على نسب قليل من سبعة مغذيات وهو عبارة عن مجموعة من الفيتامينات لدعم الأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة والمساعدة في تنمية المهارات اللغوية للأطفال المتأخرين في الكلام وأيضا المصابين بمرض التوحد وهي تركيب فائقة النقاء تعمل على دعم الوظيفة الإدراكية ومضاد للأكسدة كيف تعمل أوميغا 3 وجاما توكوفيريس وأيضا دهون D-الفا على توفير التغذية الرئيسية ودعم صحة الجهاز العصبي ومن ضمن تركيبة شراب سبيك سموث أنه يحتوي على فيتامينات E-K-A وهذه التركيبة من الفيتامينات بجانب الأوميغا 6 تساعد على نمو الخلايا العصبية وتغذية خلايا المخ ولا يحتوي شراب سبيك سموث على الجلوتين، القمح، الخميرة، المكسرات، النشا، السكر، الكازين، حليب الفول السوداني، البيض، النكهات الصناعية، وأيضا المواد والألوان الحافظة شكل علبة سبيك سموث شراب لون علبة شراب سبيك سموث أبيض غير شفاف وهو شراب بطعم البرتقال الذي يفضله الأطفال كثيرا ويوجد منه سبيك دي سموث وهو يحتوي على نسبة أكبر من فيتامين D فوائد شرب سبيك سموث يساعد شراب سبيك سموث سابلمنت على التخلص من التهتها والتعثر الكلام وأيضا يشجع الأطفال على نطق الكلام بشكل طبيعي مثل بقية الأطفال في نفس الفئة العمرية وكذلك يساهم في زيادة القدرة الاجتماعية والتواصل الاجتماعي بشكل أفضل وطبيعي مع المحيطين بهم جرعة شراب سبيك سموث ابدأ بنصف ملعقة كبيرة يوميا لمدة أسبوعين ثم قم بزيادة الحصة إلى ملعقة واحدة كبيرة يوميا إلى أن تصل إلى ثلاث ملاعق كبيرة يوميا بحيث تكون مقسمة على مدار اليوم تذكر أن تتبع التعليمات الملصقة على العبوة ويجب أيضا استشارة الطبيب قبل أغذى أي نوع من المكملات ملاحظة هامة في حالة وجود تاريخ مرضي للمستخدم يفضل الرجوع للطبيب المعالج تجربتي مع شراب سبيك سموث عندما قمت بإعطاء طفلي شراب سبيك سموث قد ساعده على التركيز بشكل أكبر وضبابية أقل في الدماغ وأيضا طفلي الأكبر كان لديه تلعث في الكلام وعندما تناول شراب سبيك سموث ساعد على التقليل من التهتها فإذا كان طفلك يعاني من نقص في النظام الغذائي وأيضا يعاني من صعوبة في بلع الحبوب أنصحكم بشراء شراب سبيك سموث الفرق بين شراب سبيك سموث الأصلي والتقليد يبحث العديد من الناس على الفرق بين دواء سبيك سموث الأصلي والتقليد حتى لا ينتهي بهم المطاف بشراء منتج غير صالح ولهذا سنوضح لكم كيفية معرفة إذا ما كان هذا المنتج أصلي أم لا البحث عن المنتج برقم الباركود من أحد الطرق المعروفة لمعرفة إذا ما كان هذا المنتج أصلي أم تقليد هو البحث عن المنتج برقم الباركود المدون على العلبة وبالتالي معرفة إذا ما كان دواء سبيك سموث المراد شرائه أصلي أم لا يمكنكم البحث عنه باستخدام الباركود الخاص به والمدون على العبوة إذا أردتم الحصول على دواء سبيك سموث فهناك العديد من متاجر المكاملات الغذائية الموثوق بها خصوصا المتاجر الإلكترونية مثل أمازون عالميا ومتجر دكتور دايمند محليا سعر دواء سبيك سموث في مصر يتراوح سعر سبيك سموث بين 1880 جنيه مصري و1960 جنيه مصري ولمعرفة السعر الحالي تفضل بزيارة متجر دكتور دايمند يتفاوت دواء سبيك سموث حسب سعر الشحن الدولي والدولار ومصاريف الجمارك في وقت الشراء ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من مدونة دكتور دايمند